منحة جديدة للعمالة غير المنتظمة كمان الحكومة هتروق على الشعب المصري كله بعد صفقة رأس الحكمة هتصرف كام وامتى خليني في الاول اقولك انك لو بتدور على شغل ومش لاقي او بتشتغل حتى ويمقاه ويملأ ومش عارف هتصرف منين خصوصا انها كلها ايام وندخل على شهر رمضان الكريم يبقى ابسط وما تشيلش هم لان الحكومة هتصرف لك منحة قبل شهر رمضان هتساعدك على ظروف المعيشة لو مش بس كده دي الحكومة اعلنت كمان عن 6 منح تانية للعمالة غير المنتظمة لكن ايه تفاصيل المنحة دي والمنحة دي يا ترى كام وايه هي شرطها كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده ملايين الناس دلوقتي مش لقين شغل او بيشتغلوا يوم او وعشرة لأ وطبعا دي ازمة كبيرة جدا خصوصا وسط الازمة الاقتصادية اللي بنمر بيها حاليا وارتفاع الاسعار اللي ما حصلش قبل كده عشان كده الحكومة المصرية قررت انها تساعد الفئة دي واعلنت عن منحة دي قبل شهر رمضان لكن ايه الحكاية؟ بص يا سيدي الشيماء عبدالله مدير ادارة رعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العدل اعلنت عن عملية صرف منح العمالة غير المنتظمة وقالت انه هيتم تحديد العمال دول من خلال اصحاب الاعمال اللي عندهم مشاريع مأولات او حتى عن طريق مفتشين العمل والتشجيل والسلامة والصحة المهنية وعلى فكرة المنحة دي مش جديدة ولا حاجة لانها بتتصرف للعمالة غير المنتظمة كل فترة وهما منحة عيد الفطر وعيد القطعة كمان عيد العمال والمولد النبوي لكن اللي تم اضافتها عليهم هي منحة شهر رمضان الكريم ودي هتتصرف قبل دخول شهر رمضان وهتكون بقيمة 500 جنيه لا ومش بس كده ده لسه هتتضاف كمان منحة عيد الميلاد المجيد وبكده تكون عدد المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة 6 منح بالمناسبة بقى عدد اللي بيستفاد من منح العمالة غير المنتظمة هم مليون 159 ألف عامل ودول متسجلين في وزارة القوة العاملة الشيماء قالت كمان ان وزارة العمل بتشتغل دايما على تطوير ملف العمالة غير المنتظمة وكمان على حمايتهم من خلال مفتشين العمل والتشغيل لانهم دايما بيعملوا حملات عشان يتأكدوا من تطبيق قواعد التشغيل طبقا لقانون العمل زي مثلا حصول العامل على أجره بالشكل المناسب وتوفير وسائل انتقال ليهم وتنفيذ شروط السلامة والصحة المهنية عشان يضمنوا بيئة عمل أمنة وصحية للعمال بس خليني أفكرك أنه في عيد العمال السنة اللي فاتت كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بسرعة صرف منحة استثنائية وقيمتها ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة وده لمواكبة الأزمة الاقتصادية العالمية طبعا بعدها الكل بقى بيسأل عن تفاصيلها ومين الفئات المستحقة ليها وزارة القوى العاملة قالت أن المستحقين منحة الألف جنيه هم ملاكي العقارات المبنية اللي بيقل دخلهم عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وعمال التراحيل والباع الجائلين والحرفيين والسباكين والنجارين والكهربائيين ومناد السيارات وموزعين الصحف وماسيحين الأحذية وغيرها وكمان اللي بيشتغلوا في البيوت ومحافظين القرآن الكريم وقراءه والمرتلين وغيرهم في الكنائس وكمان ورثة أصحاب الأعمال بشرط أنهم ما يكونوش مديرين في المنشأة وما يكونش بيشتغل فيها ويكون دخلك من وراها أقل من الحد الأدنى للأجور ده بالإضافة للملاكي الأراضي الزراعية اللي عندهم أقل من فدان بس عشان تاخدها لازم تكون متسجل في بيانات القوى العاملة ويكون معاك بطاقة ولازم تكون أكيد مصري غير كده مش هتقدر تصرفها وطبعا كل ده بشاير صفقة رأس الحكمة اللي مش هتكون للعمالة غير المنتظمة بس لأ هتكون لكل المصريين طب يا ترى ليه بقى؟ لأن لما المليارات تيجي الدولار هيتوفر وبالتالي سعره هينزل في سوق الموازية ومعاه كل الأسعار هتنزل كمان دلوقتي بقى أقول لنا رأيك في منحة العمالة الغير منتظمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر